النهاردة كانت فيه مباراة موليد 2005 لأبناء النادي الأهلي مع نادي الزمالك في نادي الزمالك الأهلي لعب المباراة دي بحزم جمال ويوسف جمال ومعاز عطية ممكن تصبر عليها شوية؟ ممكن تصبر عليها شوية؟ شوية بس لندي للولاد حقهم يعني الأهلي لعب بحزم جمال في حرص المرمى يوسف جمال ومعاز عطية ومعتز محمد ومحمود لبيب إبراهيم عادل وفارس خالد وإحمد وحيد وشام مصطفى محمد زعلوك ومحمد رعفة الديئة 77 من المباراة احتسبت ضربة جزاء للنادي الأهلي مين اللي شاطها بقى؟ يلا بقى هاتلي اللعبة مين اللي شاط ضربة الجزاء؟ اللي شاط ضربة الجزاء دي محمد رعفة محمد رعفة دا اللعيب اللي تقال إنه راح وقع للزمالك وإنه 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 أهو محمد رعفة هو اللي بيلعب وهو اللي بيسدد وهو اللي بيسجل وهو يشارك زملائه في هذا الانتصار وهذا الفوز على فريق نادي الزمالك المحترم بالتأكيد المدارب هو كابتن عبد الحميد حسن أميدو واحد من اللاعبي الأهلي السابقين وكان زمننا هنا في قناة النادي الأهلي والآن هو مهمة في منصب المدير الفني للنادي الأهلي ده محمد رافط وده الهدف اللي سجله لكن الحقيقة لازم أقول لازم أقول أرضية الملعب دي أرضية يا جماعة ترتان بقالها أكتر من عشر سنين لم يحدث بها أي تغيير أو أي تطوير فكل اللي بتمنى كل اللي بتمنى أنه قطاع النشئين لا يقل أهمية عن الفريق الأول وأنه الملعب يا جماعة ده أولا لا يليق على الإطلاق باسم نادي الزمالك باسمه وحجمه الكبير والعظيم يعني وأيضا الأولاد بيبقوا أرضا للإصابات يعني فأتمنى أنه يتم تغيير هذه الأرضية إلى ترتان برضو بس ترتان جيل جديد يعني ونتمنى أنه ده يحصل قريبا بإذن الله مبروك لولادنا في النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر